ما هذا اليوم وما هو أهميته يعني عالمياً وللأمم المتحدة عملت يوم مخصوص للتوعية بمخاطر هذا الأمر يعني زي ما تقال كده أنه فيه 800 ألف بينتحروا كل سنة في العالم بمعدل فيه نفس بتروح كل 40 ثانية يعني في القعدة بتاعتنا دي هيكون كذا حد منتحر في العالم الرقم ده أهميته فيه أنه ده أكتر من الناس اللي بيموتوا في الحروب في العالم كله وجرامي الأكل مجتمعة لا تساوي هذا الرقم فده أكتر رقم الناس بتموت به فده رقم يخض ويستحق الاهتمام عشان كده الأمم المتحدة سنة 2003 بالاتفاق والتنسيق مع منظمة الصحة العالمية ورابطة مقاومة الانتحار الدولية اشتركوا وقالوا نعمل يوم علشان ننبه الناس كل سنة مش بس ننبه عموم الناس حتى ننبه الدول والمؤسسات المعنية كلها أنه يبقى فيه في كل بلد استراتيجية قومية لمقاومة الانتحار يبقى عندنا على المستوى الفردي توعية وعلى المستوى برضو المؤسسي والمستوى الدولي يبقى فيه نوع من التحفيز لخلق استراتيجيات لمنع الانتحار وكمان منظمة الصحة العالمية بتتعامل الدول كلها بحيث أنها تعزز قدرة هذه الدول على عمل برامج لوقف وتقليل الانتحار وخاصة أنه أصبح الانتحار دلوقتي في سن أكتر نسبة في سن 15 إلى 29 اللي هو عز الشباب السن الجميل لسه بنزرع لسه ما حسدناش نظمة الصحة العالمية بقى لها 3 سنين عاملة حاجة لطيفة قوي رفع تشعار اللي هو خلق الأمل من خلال العمل أنه معادلة بسيطة خالص أنه لو الشخص بيجد فرصة للعمل والإنتاج والإبداع والحاجات دي كلها ده بيخلق عنده الأمل فبقى لهم 3 سنين دلوقتي على نفس الشعار ما أنا بقول زراعة اليأس هو ده وهو المنتحر النقطة اللي بيوصل لها المنتحر ويختل عنده التوازم بين غريزة الحياة وغريزة الموت نقطة بنسميها الهوبلسنس والهيبلسنس أنه هو يفقد الأمل ويشعر بقلة الحيلة لو أنت قابلت حد وفي الحالة دي دي أهم علامة أنه هو بقى في خطر بقى مش شايف أنه فيه أمل في أي حاجة الدنيا تقفلت خالص في وشه أو حد أقفلها في وشه ومش شايف أنه قادر يعمل أي حاجة فإنعدام الأمل وقلة الحيلة دي اللحظة الفارقة اللي فيها الشخص بيقرر أنه هو دي اللحظة الفارقة لك